السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الله اليوم سوف نكون على موضوع جديد من المبادع المحاسبة المالية حيث أنتهينا في المحاضر السابقة من الإطار الفكري أو من الإطار النظري لمبادع المحاسبة المالية واليوم سوف نكون مع موضوع جديد وهو قواعد التسيير المحاسبة ونهدف في هذا الجز أو في هذا الفصل إلى تعريف الطالب بالأساليب والقواعد والإجراءات المحاسبية المتبعة في مختلف المعاملات المالية للشركة حيث ترتكز المحاسبة في تسجيل معاملتها على مجموعة من القواعد والأساسيات كما ذكرنا أنه لا بد أن تكون هنا قواعد وأساسيات تنظم عمل الإجراءات المحاسبية وهناك حيث تتمثل قواعد التسجيل المحاسبي للمعاملات المالية في أربع طرق التي هي معادلة الميزانية الذي ما هي مصنع معادلة الميزانية الحسابات كأساس لتسجيل المعاملات القيد المفرد أو القيد المزدوج أو قاعدة القيد المزدوج إذن اليوم سوف نأخذ الطريقة الأولى وهي معادلة الميزانية وسوف نفهم ما هي معادلة الميزانية وكيف يتم التعامل معها وكيف طريقة التسجيل بإذن الله إذن بسم الله الرحمن الرحيم معادلة الميزانية نبدأ معادلة الميزانية كما وضحنا في الإطار الفكري أو في الإطار النظري للمحاسبة إن من أغراض المحاسبة المالية هي تسجيل المعاملات المالية إن من أغراض المحاسبة هو تسجيل المعاملات المالية ثم تبويبها وترحيلها وترصيدها وإعداد مجموعة من التقارير إذن المحاسبة هي تعمل على إعداد مجموعة من التقارير ما هي هذه التقارير وفائدتها إذن التقارير هذه نعرف من خلالها نتيجة نشاط المنشئة وقائمة الموقف المالي للشركة أو المركز المالي للمنشئة إذن مجموعة من التقارير ما هي هذه التقارير؟ هناك العديد من التقارير ولعل أهم هذه التقارير تتلخص في قائمة المركز المالي الذي يمثل الموقف المالي للشركة في لحظة زمنية معينة والتي يمكن للإدارة من خلال الأطراف الأخرى من خلال هذه التقارير معرفة نتيجة نشاط الشركة في الأحضار الزمنية معينة وكما قلنا ولعل أهم قائمة هي قائمة المركز المالي أو لعل أهم تقرير هو قائمة المركز المالي وهي من أهم مخرجات المحاسبة المالية حيث تعرف قائمة المركز المالي أو فلسفة قائمة المركز المالي بأنها عبارة عن كشف يظهر حالة الإصول والالتزامات وحقوق الملكية إذن قائمة المركز المالي تركز على ثلاث أشياء التي هي الإصول والالتزامات وحقوق الملكية ماذا يقصد بالإصول والالتزامات وحقوق الملكية وهذا ما سنعرفه لاحقا إذن أنا من هذه القائمة أو قائمة المركز المالي أو تقرير قائمة المركز المالي أو ما يسمى بالميزانية العمومية هي تعرض لي ثلاثة أشياء الإصول والالتزامات وحقوق الملكية متى في لحظة زمنية معين عادة ما تكون نهاية السنة ونعرض لكم شكل مبسط لقائمة المركز المالي أو ما يسمى بالميزانية إذن قائمة المركز المالي تتكون كما قلنا هنا من ثلاثة أشياء إصول والالتزامات حقوق الملكية طيب إذن هنا الإصول الإصول المتداولة صندوق بنك مدينون أوراق مالية مخزون آخر المدة إجمال الإصول المتداولة هذا إجمال التجميع الإصول التابتة وتعتبر أيضا من تفرعات الإصول مباني سيارات أثاث وهذا إجمال الإصول التابتة نلاحظ أن إجمال الإصول تساوي كم مليون وتسامية إذن هنا الالتزامات وحقوق الملكية في جانب آخر إذن الالتزامات إجمال الالتزامات ستة ستانية ألف ريال هنا معك الدينون معك القروب هنا حقوق الملكية معنا رأس المال رأس المال المسحوبات صاف الأرباح إذن تطلع إجمال الحقوق ألف وثلاثمية إذن الالتزامات بايدا حقوق الملكية يطلع لإجمال مليون وتسعمية إذن نلاحظ من هذه القائمة نلاحظ من هذه القائمة رمضلنا إلى هذه القائمة التي هي قائمة المركز المالي نلاحظنا أن إجمال الإصول مليون وتسعة وإجمال الإلتزامات وحقوق الملكية مليون وتسعة إذن سميت باسم قائمة المركز المالي لأنها تعرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكية ولا بد أن يكون لها أو سميت بطريقة ثانية ميزانية لأنها تكون جانبيها متوازن أي الأصول تساوي الالتزامات وحقوق الملكية إذن وهذا ما تطلق له معادلة الميزانية معادلة الميزانية تقول أن الإصول تساوي الالتزامات زائدا حقوق الملكية إذن فهناك ارتباط وثيق جدا ما بين معادلة الميزانية وما بين القائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية التي هي تعد أهم مخرجات المحاسبة المالية إذن ونلاحظ من الشكل السابق بأن قائمة المركز المالي توضح الإصول الذي تمتلكها الشركة ومصادر تمويل تلك العصول فالشركة تحصل على عصولها من خلال الآتي إذن العصول الذي أخذتها الشركة المقضية هنا في القائمة صندوق، بنك، مدينون، مالية، أورق مالية، المخزون من أين أخذت هذه العصول؟ من أعطاها هذه العصول وما مصادر الحصول عليها؟ كذلك المباني، السيارات، الأثاث ما مصادر الحصول على هذه الأشياء؟ من أين أتت؟ فهي أتت من شيئين الذي هو الالتزامات أما أنها أخذت هذه الأشياء بالدائن بالدائنون أي أخذتها بديون قصيرة الأجل عادة ما تكون سنة أو أخذتها عن طريق القروض الذي تمتد لأكثر من سنة هذه الطريقة بمعنى أنها مولت العصول معها عصول ثابتة وعصول متداولة مليون وتسعة ستمية من تمويل هذه العصول أخذتها عن طريق الإلتزامات أو مولتها عن طريق الإلتزامات للغير أما مليون وثلاثمائة كان نتيجة عن حقوق الملكية أي عن المساهمين أو الملاكة التي قاموا بفتح هذا المشروع أو فتح هذه الشركة أو فتح هذه المنشأة إذن العصول مليون وتسعة مية ما قيمته ستمية هي عبارة عن ديون للغير أو أن العصول تم اشتراءها أو أخذها بالآجل من الغير بمقدار ستمية أو المتبقي مليون وثلاثمائة تم تمويله عبر رأس المال عبر حقوق المساهمين أو الملاكة إذن كما قلنا هنا أن قائمة المركز المالي توضح العصول التي تمتلكها الشركة ومصادر تمويل تلك العصول فالشركة تحصل على عصولها من خلال الآتي واحد الملاكة المساهمين تحصل على عصولها من خلال الآتي الذي هو واحد الملاك والمساهمين بمعنى ويعتبر الملاك والمساهمين هم أصحاب الشركة الذين قاموا بدفع المبالغ نقدية أو عينية من عجل تمويل الشركة أو تمويل المنشأة وتمثل هذه المبالغ في حقوق الملكية الغير وما يسمى بالالتزامات أي التمويل عن طريق الغير إذن وتؤبر الالتزامات عن المبالغ النقدية أو العينية التي ليست من أملاك المساهمين ويتم تمويل جزء من العصول من خلالها وفي قائمة المركز المالي لا بد أن يتساوى مجموع الإصول مع مجموع الإتزامات كما لاحظنا سابقا وحقوق الملكية ويمكننا التعبير عن قائمة المركز المالي الميزانية أو كما قلنا الميزانية العمومية بصورة معادلة رياضية طرفها العيمن مساوين لطرفها العيسر والذي تطلق عليها معادلة الميزانية أو معادلة المحاسبة التي هي الإصول تساوي الإتزامات زائدا حقوق الملكية إذن قواعد التسليل المحاسبي سوف نطلق اليوم كما ذكرنا إلى معدلة الميزانية ومن خلال ما ذكرنا سابقا حتى توصلنا إلى أن المعادلة الميزانية تساوي العصول يساوي العصول تساوي الالتزامات زائدا حقوق الملكية إذن ما هي العصول وما هي الالتزامات وما هي حقوق الملكية إذن وهذا ما يجب أن نوضحه للطالب لكي يقدر على التحريق والإمام بالمحاسبة المالية إذن سوف نبدأ بالشرح ما هي العصول العصول هي بمثابة الموارد الاقتصادية في عبارة عن موارد الاقتصادية التي تمتلكها الشركة ويمكن قياسها بوحدة النقد وتمكن الشركة من الحصول على منافع اقتصادية سواء بالحاضر أو في المستقبل إذن الإصول بشكل عام هي عبارة عن موارد الاقتصادية تمتلكها الشركة والتي يمكن قياسها بوحدة النقد ويمكن الشركة أن تحصل من خلالها على منافع اقتصادية سواء في الحاضر أو في المستقبل وتنقسم تقسيمات الإصول تتقسم إلى إصول متداولة إصول ثابتة كذلك إصول غير ملموسة إذن هذه هي أنواع الإصول ما هي الإصول الثابتة وما هي الإصول المتداولة وما هي الإصول غير ملموسة إذن الإصول المتداولة الإصول المتداولة وهي الإصول التي وهي عبارة عن الموارد التي تمتلكها الشركة في صورة نقدية أو يمكن تحويلها إلى نقدية بسهولة أو تباع أو تستهلك خلال سنة مالية واحدة أو فترة مالية محاصرية واحدة ما هي مثل ماذا؟ مثل النقلية في الصناديق، النقلية في البنوك، أوراق القب، المدينون، مخزون البضاعة، آخر المدة، الأوراق المالية، الإيرادة المستحق، المصروف، المقدم وهذه هي تمثل عبارة عن إصول متداولة لأنها عادة تكون فترة بقاءها في المنشعة لأقل من سنة مالية واحدة أو لأقل من فترة مالية محاسبية عادة ما تكون الفترة المحاسبية سنة أو الإصول التي يمكن تحويلها إلى نقلية بصورة سريعة وهذه يطلق عليها إصول متداولة ثانية ما هي الإصول الثابتة؟ الإصول الثابتة هي كذلك عبارة عن موارد هي عبارة عن الموارد الذي تمتلكها المنشعة أو تقتنيها المنشعة بغرض استخدامها في مزاولة النشاط وليس بغرض إعادة بيعها ويكون فترة بقاؤها في الشركة لأكثر من سنة مالية واحدة أو لأكثر من فترة محاسبية وما هي هذه العصول الثابتة؟ مثل السيارات، المباني، الأراضي، الآلات، الطابعات، كراسي، شاشات أجهزة إلكترونية، المولدات الكهربائية، الأنظمة المحاسبية إذن هنا لا بد أن نستطيع أن نفرق بين الإصول المتداولة والإصول الثابتة ما هو التفريق الأساسي؟ الآن الإصول الثابتة، الإصول المتداولة طيب، هذه الإصول المتداولة هذه لا بد أن نميزها بطريقة معينة ما هو تميزها؟ نطلق عليها إصول متداولة متى؟ إذا كان يتم شراؤها في غرض البيع مثلاً أي مخزون أو أي إذا كان أي بضاعة أو أي بضاعة يتم شراؤها في غرض إعادة بيعها فهي تعتبر من الإصول المتداولة أوراق مالية يتم شراؤها بغرض إعادة بيعها فهي تعتبر إصول متداولة أوراق القبضة التي تأخذ على العملاء تعتبر من الإصول المتداولة إذن الفرق الأساسي لا نستطيع من خلاله أن نفرق بين الأصل المتداول أو الأصل الثابت هو ما هو الغرض من هذا الأصل؟ طيب الأصل الثابت أو الإصول الثابتة الإصول الثابتة ما هي كيف يعني ما هو الغرض منها؟ إذا كان إذا كان الشراء بغرض إعادة بيعها إذا كان الشراء بغرض الاستخدام طيب الإصول المتداولة إذا كان الشراء بغرض البيع يعني أنا أشتري بغرض البيع أما الأصل أطلق على أصل ثابت إذا كان الشراء بغرض الاستخدام آآ نأخذ مثال هنا بسيط مثلا هنا محلات الجوبي للمفروشات وهنا معهد للتدريب والتأهيل طيب هنا معنا محلات الجوبي للمفروشات هنا معنا معهد للتدريب والتأهيل المعهد للتدريب والتأهيل يحتاج من أجل الطلاب مثلا كراسي يحتاج مثلا أثاث مكتب إلى غيره مثلا من يلبي هذه مثلا الاحتياج؟ لا نقول مثلا من يلبي الأثاث أو من يلبي الكراسي لنفترض أنه يلبيها بالكامل محلات الجوبي المفروشات أن المعهد فيأخذ هذه الكراسي والأثاث والمكتب أو المكاتب من الجوبي للمفروشات طيب عندما يريد أن يأخذ الكراسي هنا كراسي هنا أثاث هنا مكتب طيب هنا أثاث طيب هنا هذه كلها عبارة عن كراسي أثاث مكتب هنا نفسها كراسي أثاث مكتب إذن هذا محلات الجوبي وهنا المعهد للتدريب والتأهيل طيب الغرض الكراسي والأثاث في الجوبي للمفروشات تعتبر هل تعتبر من الاصول الثابتة او تعتبر من الاصول المتداولة كذلك في معهد التدريب والتأهيل هل تعتبر الكراسي من الاصول الثابتة او الاصول المتداولة اذا ما هو غرض الجوبية المفروشات من الكراسي والاثاث والمكتب لو نلاحظ هنا نقول الغرض الغرض هنا نقول غرض الغرض يعني تبع الجوبية المفروشات الغرض منه من هذه الكراسي او الاثاث او المكتب الغرض فقط يتميش اعادة بيعها اعادة بيعها اذا الغرض الاساسي هو اعادة بيعها اذا بتعتبر هنا من الاصول المتداولة اذا دماء ان محلات الجوبية المفروشات يوجد لديه كراسي واثاث ومكتب وغرضه الاساسي اعادة بيعها اذا مطلق على هذا الاصل في الجوبية المفروشات يطلق عليه عصول متداولة اذا لو جئنا لما حد التدريب الكراسي والاثاث والمكتب ما هو الغرض 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 هو عبارة عن ايش الاستخدام لو لاحظنا ان الغرض هو عبارة عن ايش الاستخدام اذا الاستخدام وليس اعادة البي غرض المعهد من الكراسي والاثاث والمكتب هو الاستخدام لمزاولة او ممارسة النشاط اذا هنا تعتبر في المعهد من الاصول الثابتة اذا الاول الان نستطيع ان نفرق ان نفرق من العصول الثابتة والعصول المتداولة هو ما هو الغرض من الاستخدام او ما هو الغرض من تلك العصول الغرض الآن ننتقل الى ثالث نوع من انواع الاصول وهو الاصول غير الملموسة ما هي الاصول المعنوية تطلق علي الاصول المعنوية غير الملموسة وهذه هي عبارة عن اصول او موارد ليس لها اي كيان مادي ملموس تكتسبه الشركة من خلال مزاولة النشاط يعني الشركة مزاولة النشاط لها سنة سنتين ثلاث اربع تبدأ تكتسب هذا الاصل المادي او الموارد غير الملموسة وما هي ان هذه الموارد غير الملموسة مثل الشهرة العلامة التجارية براءة الاختراع حق التعليف وغيرها اذا الان اكملنا ما هو الاصول وهو الطرف العيمن من معدلة الميزانية والذي يطلق عليها الاصول الاصول قلنا انها ثلاث عنوى اصول متداولة وعرفناها واصول ثابتة وعرفناها وعرفنا كيف نستطيع ان نفرق بين الاصل الثابت والاصل المتداول وكذلك الاصول غير الملموسة وعرفناها اذا ندخل على الالتزامات وهو بداء الجزء الاول او المكون الاول من اطراف معادلة الميزانية او من اطراف الايسر لمعادلة الميزانية الالتزامات وهي عبارة عن الديون المستحقة ما معنى الالتزام عندما اقول ان الالية الالتزام لشخص معين او لجهة معينة اذا هي عبارة عن مبالغ مادية قد يجب الالية سدادها اذا نستطيع ان نعرف الالتزامات هي عبارة عن الديون المستحقة على الشركة نتيجة لشراء السلاء او الخدمات على الحساب او نتيجة لقيم الشركة باقتراض مبالغ معينة هذا التعريف ما هو الالتزامات نعيده مرة اخرى هنا هي عبارة عن الديون المستحقة على الشركة نتيجة لشراء السلاء او الخدمات على الحساب انا اشتري على الحساب يعني بالاجل ما ادفع او نتيجة لقيم الشركة باقتراض مبالغ معينة من الغير او نقول بطريقة اخرى هي عبارة عن الديون المستحقة على الشركة بخلاف الملاك يعني بخلاف ماذا يعني بخلاف الملاك بخلاف المبالغ الذي يعطوها الملاك في الحقوق الملكية نتيجة لشراء السلاء او الحصول على خدمات على الحساب وتنقسم الالتزامات الى نوعين الالتزامات قصيرة العجل والتزامات طويلة العجل ما هي الالتزامات قصيرة العجل وما هي الالتزامات طويلة العجل الالتزامات قصيرة العجل هي عبارة عن الديون المستحقة على الشركة والذي يتطلب سدادها خلال فترة زمنية قصيرة عادة ما تكون تمثل فترة محاسبية واحدة اي اقل من سنة مالية طيب ومثل هذه هي مثل الديون والضريبة المستحقة ومصاريف المستحقة وإرادة مقدمة إذن بعد أن عرفنا ما هو الالتزام قصير للأجل نتعرف على ما هو الالتزام طويل للأجل الالتزام طويل للأجل هي تلك الالتزامات أو هي عبارة عن الديون المستحقة على الشركة والتي لا يتطلب سرادها خلال فترة زمنية قصيرة وعادة ما تستمر هذه الديون لأكثر من فترة محاسبية أو لأكثر من سنة مالية يعني ليس من الشرطة الأساسية أن تتم سدادها في أقل من سنة مالية أو أقل من 12 شهر وهذه الالتزامات مثل القروض أي القروض التي تأخذ لفترة سنتين 3-4-5 سنوات والتي تسمى بالالتزامات طويلة للأجل إذن والعبرة والتفريق ما بين الالتزام طويل للأجل والالتزام قصير للأجل هو فارق المدة أو فارق مدة السداد اللازم أنه يتم سداد هذا المبلغ فالالتزامات قصيرة للأجل تكون موعد استحقاؤها في أقل من سنة مالية أما الالتزام الطويل الأجل لا يطلب سدادها في أقل من سنة مالية يمكن أن تستمر لسنة وأكثر في السنتين 3 سنوات وهكذا الآن بعد أن عرفنا المكون الثاني أو المكون الثاني من مكونات معادلة الميزانية والمكون الأول من الطرف العيسر لمعادلة الميزانية سوف نتعرف على الطرف الثاني ما هو حقوق الملكية ما هي حقوق الملكية وما معناها في معادلة الميزانية إذن حقوق الملكية هي بمثابة قيمة أو حصة صاحب المنشأة أو حصة صاحبة أو حصة الشركاء المساهمين في المنشأة وهي حصة المساهمين بالجزء الذي قاموا بتمويل إصول الشركة كما شرحنا سابقا في قائمة المركز المالي قلنا أن في بعض العصول تم تمويلها من خلال الديون الذي هي عبارة عن الإتزامات والبعض الآخر تم تمويلها عن طريق حقوق الملكية والذي هي حصة المساهمين والذي ما يطلق عليه عبارة عن حصة المساهمين الملاك في إصول الشركة والتي ساهموا بها في تمويل النشاط ويمكن التوصل من معادلة الميزانية الإصول تساوي الإتزامات زيادة الحقوق الملكية فإذا كانت ما هي قيمة الإصول 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 تساوي عشر الإتزامات تساوي ثلاثة حقوق الملكية حقوق الملكية تساوي مجهول طيب معنا الإصول تساوي عشرال الإتزامات تساوي ثلاثال حقوق الملكية مجهول إذن كيف أستطيع أن أوجد حقوق المساهمين إذن هنا بما أن الإصول بمعنى معادلة الميزانية تقول أن الإصول تساوي الإتزامات زيادة حقوق الملكية فهنا المقصود يعني أن الإصول عبارة عن طرف أيسر إن الإصول عبارة عن طرف أيسر لا بد أن يساوي الطرف الأيمن التي هو يمثل الإتزامات وحقوق الملكية طيب الآن لا بد أن يمثل الإتزامات وحقوق الملكية طيب الآن معنا من هذه المعادلة الإصول تساوي الإتزامات زيادة حقوق الملكية إذن نعوذ بالأشر الألف مكان الإصول والثلاثة الألف مكان الإتزامات وهذا يقتضي أن أشر ألف تساوي ثلاثة ألف زايدا حقوق الملكية طيب إذن عشر ألف تساوي ثلاثة ألف زايدا حقوق الملكية إذن نلاحظ من المعادلة أنه يوجد مجهول وحيد الذي هو حقوق الملكية الذي نريد معرفته كم تساوي هذه حقوق الملكية إذن حقوق الملكية حقوق الملكية تساوي أشر ألف ناقصا ثلاثة ألف والذي يساوي سبعة ألف إذن حقوق الملكية تساوي سبعة ألف وللتأكد من الحل الصحيح أو غلط نتأكد من شرط التوازن الذي هو الإصول تساوي الإتزامات زايدا حقوق الملكية إذن الإصول تساوي أشر ألف إذن تساوي هنا ثلاثة ألف زايدا السبعة ألف الحقوق الملكية إذن الإجمالي أشر ألف يساوي أشرة ألف إذن تحقق شرط التوازن الطرف الأيمن من المعادلة يساوي الطرف الأيسان من المعادلة إذن وبهذا نقول استطعنا كيف نعرف ما هي حقوق الملكية وكيف نوجدها في حالة كانت حقوق الملكية مجهولة وبالمثل إذا كانت أي أحد المجاهل بينما الآخرين أو المكونين الآخرين موجودين فنستطيع أن نبدل المعادلة الرياضية ونوجد الطرف المجهول بكل سهولة لكن هذه الحقوق الملكية تتأثر بالعديد من العوامل لا بد أن هنا حقوق الملكية يؤثر عليها العديد من العوامل التي هي تتأثر هذه الحقوق أما برأس المال أو بالإيرادات أو بالمصروفات أو بالمصحوبات هناك أربع عناصر تؤثر في حقوق الملكية سواء بالزيادة أو الأنخفاض إذن كيف ما هي هذه العناصر وما فلسفة هذه العناصر وكيف تؤثر على حقوق الملكية هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقا أو الآن إذن حقوق الملكية أول عنصر يؤثر على حقوق الملكية هو رأس المال وماذا يقصد برأس المال رأس المال هو بمثابة استثمارات المساهمين أو الملاك في الشركة عند فتح نشاط معين يعني أنا أشتي أفتح الشركة معينة معي رأس المال أو دعته في جبته من عدلة تنفيذ هذا النشاط أو هذا المشروع فهنا يعتبر استثمار للمالك في حيث أن هذا يعود عليه بالأرباح في المستقبل ويؤدي الأثر على حقوق الملكية أي أن زيادة رأس المال نقول هنا حقوق حقوق المل الملكية طيب زيادة العناصر زيادة العناصر نقص أو انخفاض الحقوق الملكية هنا في معك زيادة العناصر انخفاض العناصر أول عنصر من العناصر هو رأس المال رأس المال إذن رأس المال الذي هو هو العناصر من العناصر الذي تؤثر على حقوق الملكية في حالة زيادة هذا العناصر هنا يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية إذن في حالة زيادة انخفاض هذا العناصر يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية إذن بمجرد ما يزير رأس المال أعرف أن حقوق الملكية زادت وبمجرد ما ينخفض أعرف أن حقوق الملكية انخفضت إذن العناصر الثاني من العناصر الذي تؤثر في حقوق الملكية هو عنصر الإرادات هو عنصر الإرادات وما هنا هذه الإرادات الإرادات هي عبارة عن الدخل الذي تحققه الشركة إذن دخل مبالغ مالية تحققه الشركة نتيجة أنهيش نتيجة لمزاولة النشاط خلال فترة محاسبية ومثل هذه هي إرادات قيمة المبيعات من إرادة الدخول إرادة قيمة المبيعات قيمة الخدمات المقدمة الغير فواعد الوداء إلى آخر أي دخول تحقق للشركة إرادات فهي تعتبر تحقق للشركة دخل مادية فهي تعتبر من الإرادات إذن الإرادات العنصر الثاني الإرادات بزيادة هذا العنصر عندما يزيد الإرادات كذلك تزيد حقوق الملكية بشكل تلقائي عند زيادة الإرادات إذن في حالة الانخفاض كذلك في حالة الانخفاض الإرادات تنخفض حقوق الملكية طيب العنصر الثالث من العناصر التي تؤثر على حقوق الملكية الذي هو المصروفات طيب العنصر الثالث هو المصروفات ما هي هذه المصروفات؟ المصروفات هي عبارة عن المبالغ المستنفدة أو الإصول المستهلكة بغرض الحصول على إرادات يعني أنا مبالغ أصرفها رواتب أجيبها مشتريات أدفع مشتريات علشان أرجع بي كذلك المصاريف النفقات على هذه المشتريات المصاريف النفقات على المرتبة الإجور العرادات أي مصارف أصرفت بغرض أنه يتحقق لي بعدين أحصل من خلالها في فترة المحاسبية على عرادات ومثل هذه المصرفات قمنا مصارف الإجال مصارف الإهلاك مصارف المرتبة والإجور إلى آخر هناك الكثير من المصرفات ولا تنحصر في مجال معين إذن هذه المصرفات بزيادتها إيش تعمل بزيادة هذه العنصر إنخفاض حقوق الملكية إذن في حالة زادة المصرفات إذن يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية وفي حالة انخفاض العناصر يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية إذن هذه المرحلة الثالثة أو الأنصر الثالثة الذي يؤثر على حقوق الملكية فهو يأخذ طريقة عكسية على رأس المال والعرادات التي هي تكون هنا طردية علاقة طردية هنا طردية لأنها بزيادتها تزيد حقوق الملكية إذن هون العلاقة أقول هنا العلاقة هنا طردية وهنا طردية هنا نقول علاقة أكسية العنصر الرابع من العناصر الذي يؤثر على حقوق الملكية وهو انصر المسحوبات إذن إنصر المسحوبات من العناصر الذي يؤثر على حقوق الملكية فيعتبر هذا انصر المسحوبات هو عبارة عن المبالغة النقدية أو العصول الأينية الذي يقوم بسحبها مالك الشركة لاستخداماته الشخصية خلال الفترة المحاسبية مثل إيجار مبنى مالك الشركة أو سداد كهرباء منزل مالك الشركة يعني أي مبالغ يأخذها مالك الشركة أو المساعم في الشركة للسداد أغراض الشخصية لا علاقة لها في النشاط فتعتبر هذه مسحوبات مثلا في الصوم مع الشركة سيارات فأخذ سيارة لاستخدامات الشخصية فهذه تعتبر مسحوبات إذن أي مبالغ سحبها مالك الشركة أو أي أصول سحبها مالك الشركة فتعتبر هذه من المسحوبات ويكون أثرها على حقوق الملكية كما يقول في حال المسحوبات في حال زادت حقوق الملكية في حال زادت المسحوبات إذن هذا يؤدي مباشرة إلى انخفاض حقوق الملكية وفي حال انخفضت المسحوبات فتؤدي إلى زيادة حقوق الملكية إذن هناك علاقة أكسية كذلك إذن ولكن دائما تكون المصروفات أو المسحوبات أما في طريق الزيادة أما في طريق زيادة المصروفات المصروفات دائما في زيادة والمسحوبات دائما في زيادة فأي مبالغ تسجل أو مبالغ تصرف أو مبالغ تسحب فهي تؤدي مباشرة إلى انخفاض حقوق الملكية وبهذا نكون أخذنا أثر العناصر الذي تؤثر على حقوق الملكية وما هي تلك العناصر وما أثرها وكيف التعامل معها وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية العناصر الذي تؤثر على حقوق الملكية وبالتالي تصبح معادلة الميزانية بشكل أوسع مع فتح حقوق الملكية بالعناصر الذي تعثرت بها فتصبح حقوق الملكية أو تصبح معادلة الميزانية الجديدة هي الإصول زايدا المصروفات زايدا المسحوبات تساوي الإتزامات زايدا الإرادات زايدا رأس المرح السؤال لماذا أتت المصروفات والمسحوبات في الطرف الأيمن من المعادلة بينما هي كانت تنشق عن حقوق الملكية إذن لو جئنا هنا الإصول الإصول هنا تساوي الإصول تساوي الإتزامات زايدا حقوق الملكية نحن قلنا بفك حقوق الملكية قلنا حقوق حقوق الملكية تتأثر بالعناصر الأربعة الذي هو رأس المال الإرادات المصروفات المسحوبات إذن لماذا كتبت المعادلة بطريقة الإصول بهذه الطريقة وأصبحت الإصول زايدا المصروفات زايدا المسحوبات تساوي زايدا المسحوبات تساوي الإلتزامات تساوي الإلتزامات زايدا الإرادات زايدا الحقوق أو رأس المال إذن ليش أصبحت المعادلة بهذه الطريقة الإصول زايدا المصروفات زايدا المسحوبات تساوي الإلتزامات زايدا الإرادات زايدا الرأس المال بينما أن العناصر الأربعة المصروفات والمسحوبات والإرادات ورأس المال هما منشقين من نفس حقوق الملكية لماذا لم يأتيها في الجانب الطرف الآخر؟ قلنا المصروفات كما وضحنا سابقا قلنا المصروفات والمسحوبات هي دائما في زيادة لا يمكن أن تنخفض لا يمكن أن تكون مصارف في الانحفاظ أو بمعنى على المصروف لا بديني أسجل لدينا سعب تالي لا ما فيش حاجة اسمها مصروف بالسالب فلو كان فيه مصروف بالسالب فيكون هنا في طريق في الجهة الأخرى الذي هو في الجهة السالبة إذن دائما المصروفات والمسحوبات في الجهة المدينة أو بالطرف العيمن في الطرف العيمن من المعادلة وذلك لأن المصروفات والمسحوبات مرتفعة بطريقة مستمرة لا يمكن أن تكون سالبة المصروفات المصروفات أما أن تكون صف لا يوجد مصروف أو مسحوب وأما أن تكون في طريقة زيادة التي هي في الموجب وهذا ما جعل المصروفات والمسحوبات تأخذ الجانب العيمن من المعادلة فتصبح شرط المعادلة الأساسي بدلا من الأصول تساوي الإجزامات زيادة حقوق الملكية تصبح معادلة الميزانية بشكلها الموسع العصول زايدا المصروفات زايدا المسحوبات لا بد أن تساوي الالتزامات زايدا الإرادات زايدا رأس المال إذن وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المرحلة المظرية من معادلة الميزانية وإن شاء الله سوف نقوم بتطبيق أمثلة أملية على معادلة الميزانية وكيفية التعامل معها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى كونوا على موعد معنا إن شاء الله استودعكم الله ولم أذكر لمن فاته المحاضرات السابقة سوف أضعها في صندوق الوصف أصفل فيديو لهذه المحاضرة وإلى اللقاء وإلى اللقاء